موسيقى عند الإشارة تكون الساعة أسعد مساكم جميعا مشاهدين العزاء أهلا بكم إلى حلقة اليوم حلقة الأربعة العاشر من أفريل 2019 نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم بتوقيت تونس دائما على الوطنية الأولى في حلقة اليوم سنبدأ مواضيعنا بالانتخابات القادمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتخذ جملة من الإجراءات الجديدة لتسجيل نحو ثلاثة مليون ناخب تونسي والتسجيل ينطلق أو انطلق اليوم في الجزء الثاني من حلقة اليوم نتطرق إلى مؤتمر حركة نداء تونس ستساءل عن أهم نتائجه وعن برنامج الحزب وتحالفاته القادمة قبل الانتخابات في فقرة الثقافة نهتم اليوم بالسينما ونستضيف المخرج السينما جيلاني السعدي للحديث عن فيلمه الرواعي الجديد بدون ثلاثة هذا هو اسم الفيلم مع مخرجه سنكشف عن مزيد تفاصيل فيما بعد أرحب بدءا بزميلي حبيب واجيلة الذي يرافقني في هذه الحلقة أهلا سهلا بك حبيب أهلا بك أهلا بالسادة المشاهدين وبالسيدات المشاهدات نبدأ كالعادة بجولة سريعة على أهم الأخبار التي شغلت الرأي العام من خلال جولة على منصات التواصل الاجتماعي الخبر الأول في علاقة بالعدالة الانتقالية منظمات الائتلاف من أجل العدالة الانتقالية بعد إصدار التقرير النهايي لهيئة الحقيقة والكرامة تعلن عن تمسكها بمسار العدالة الانتقالية ومواصلة دعمها له بيان مطول في نحو أثناش نقطة كلها تؤكد على أن المسار يجب أن يستمر رغم إصدار هيئة الحقيقة والكرامة لتقريرها نهائي عملية حبيب كيف يمكن أن يستمر وأن تستجيب ربما الحكومة لمطالب المجتمع المدني والمنظمات منظمات الائتلاف من أجل العدالة الانتقالية الملاحظ أنه في هذا البيان الذي أمضى فيه عدد كبير وكبير جدا من منظمات المناصرة للعدالة الانتقالية ومنظمات مهمة ومنظمات مهمة وممثلة تقريبا لكل الأطياف المدافعة على حقوق الإنسان وعلى العدالة الانتقالية وكأنه يبدو ردا على مراجع بإمكانية وجود مبادرة تشريعية يبدو أنها توافقية بين أطراف الكتل الحاكمة النهضة وربما حتى كتلة تحية تونس بمشاركة حتى من كتلة نيدا تونس لتقديم مبادرة رأاها البعض كأنها التفاف على مسار العدالة الانتقالية التقرير النهائي طبعا فيه توصيات وفيه إحالة إلى بعض القضايا ستكون على المحاكم المختصة يبدو أن المبادرة التي يتم إعدادها والتي يروج أنه يتم إعدادها يمكن رأوا فيها البعض بشكون التفاف على مسار العدالة الانتقالية فيكون الرد هذا بهذا البيان اللي حقيقة أنا لما صفحت الأسماء الموجودين فيه معناها من المنظمات كلها تقريبا الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان جمعية النساء الديمقراطيات العديد العديد من التنظيمات المدنية اللي ما ينجم حتى حد يقول أنه عنده مواقف سياسية أو مواقف حزبية واللي يتمسكت بمسار العدالة الانتقالية بيش يستكمل كل حلقاته خصوصا أنه حسب القانون وحسب ما يقال أن الحكومة ملزمة بتطبيق توصيات التقرير النهائي الهيئة الحقيقة والكرامة منذ صدورها في غذون ربما أقصها عام نعم وخصوصا أنه في هذا البيان أيضا هناك فروع لمنظمات دولية كما يوم الرايتس ووتش واللي أيضا ممضية هنا مما يدل على أنه سواء كان المنتظم الدولي أو الهيئات المدنية التونسية متمسكة بمسار بنينه رغم سلبياته رغم ما قيل عليه رغم أنه ربما فيه عديد النقائص حتى في مستوى التقرير معناها وفي مستوى كشف الحقيقة وفي مستوى حفظ الذاكرة ولكن مع ذلك المنظمات المدنية تقول لك نحن بدينا مسار خلينا نكمله أولا نصرف عليه فلوس ثانيا معناها الناس وثقت فيه ومشات معناها أبدات أو أعطات معناها شهاداتها فيه وبالتالي ما ثماش علاش نعمل مرة أخرى معناها الكفاف على هذه الخطوصا وأنه المبدأ والهدف الأسمى لأي عدالة انتقالية هو أن لا تتكرر المظالم فيهين أنه هذا الهدف لم نحققه بعد لم نحققه يعني نحن محتاجين إلى كشف الحقيقة لنعرف الحقيقة بعد ذلك نمر إلى المحاسبة ثم المصالحة يعني أنك اطيح حلقة من الحلقات خصوصا وأن المبادرة التشريعية يبدو أنها ترغب في المرور إلى المصالحة مباشرة هذا من شأنه أن يزيد في الأحقاد ويزيد ربما في أن يخلي الجروح معناها مفتوحة كان عندنا مسار عدالة انتقالية ما كانش إلى حد ما معناها متوتر برشا وإلا فيه برشا إدانة للماضي أو ربما فيه نزع انتقامية ثم أخطاء وقعت فيه لكن على العموم هو مسار يمكن أن يستكمل لا بد أن يتواصل الخبر الثاني على علاقة بالفلاحين واحتجاجاتهم تعرفوا اليوم صارت وقفة احتجاجية أمام البرلمان الفلاحون غاضبون الخبر من إذاعة إياف فهم عندهم مطالب خاصة في ذوء الزيادات الأخيرة في الأسعار المحروقات من مختلف جهات الجمهورية جاء الفلاحون صباح اليوم عشر أفريل وتجموا أمام مجلس النواب طبعا تنديدة بما قالت إليه أوضاع قطاع زراعة الكبرى والألبان والصيد البحري وتأثرها خاصة بالزيادات المفاجئة كما يقول نص بيانهم والمتتالية لأسعار المحروقات الفلاحون أمام قبة البرلمان يحتاجون نعم الزيادة في المحروقات كما شفنا أثرت بالتالي على الوضع الفلاحي نفسه يعني في مستوى الأعلاف في مستوى الأسمدة مرة لفات التذكر وقت اللي جاء واحد من اتحاد الفلاحين أشار إلى هذه الوقفة ربما المقلق أو المزعج إن شاء الله ما يكونش الاحتجاج هدايا مرة أخرى الحكومة تتعاطى مع القطاع معنا بتسويات داخلية ويكون على حساب المواطنين كما حدث مع تحاد العراف كما حدث نعم في خصوص النقل وأصحاب التاكسيات وسيارات الأجرة تولي زيادة في التعريفة إلى آخرين ثم توقعات ناس تتكلم على إمكانية زيادة الأسعار في المواد الفلاحية إلى حدود 30% ونحن على أبواب شهر رمضان نرجو أن لا تكون الزيادة في المحروقات على حساب المواطن البسيط وعلى قفة المواطن البسيط كما تزادت معناه الركوب أو برمجة أن تزاد تعريفة الركوب إن شاء الله ما يكونش التسوية بزيادة معناه أسعار في مجال الحليب أو الخضر أو الغلاد نبقى في الاقتصاد الخبر الموالي من صندوق النقضة الدولي الذي يعلن عن توقعه نسبة نمو في بلادنا بنسبة 2.7% في غضون أو من هنا إلى موفى 2019 النسبة قرأ فيها البعض ليست رقما ربما كبيرا أو مؤشرا جيدا لكن قد تكون مؤشر تصاعد نعم هذا في اجتماع البنك الدولي اللي هو اجتماع دوري في الربيع يعمل دراسة لوضع الاقتصاد العالمي أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون نسبة النمو في تونس 2019 2.7% مقارنة بالـ 2018 يعني كانت 2.5% نعم مش زيادة كبيرة المتوقع أن تكون 3.2% في 2020 هذا دون توقعات الحكومة اللي بنات الميزانية متاحها بالنسبة لـ 2019 على أنه تكون نسبة النمو في حدود 3.1% وبالتالي 2.7% ما هيش في الحدود اللي ربما توقعتها الدولة أشار إلى انخفاض ربما العجز التجاري من 11.2% إلى 10.1% ومتوقع باش يوصل 9.1% في 2020 لكن من بين التوصيات مرة أخرى اللي أصدرها صندوق النقد الدولي الضغط على الأجور كتلة الأجور مرة أخرى ومعناها رفع الدعم هذه توصيات أسكي الحكومة باش تكون مستعدة أنها تعملها رغم للوضع الحالي متاع المواطنيين والطبقة الوسطى معناها متهري أكثر من اللازم هذا هو السؤال وهذا هو التحدي الحقيقة المطروح على تونس أنا نتصور اللي اليوم على السياسيين أن يفهموا بكل وضوح أن التحدي الأساسي هو تحدي اقتصادي اجتماعي بطبق الحال أن السياسيا الأمور تسير إلى الأمام وعن بطبعته أحيانا لكن الإشكال كله في الاقتصاد وريانات الاقتصادية ربما وهذا ما يستشعر المواطن حتى وقته يمشي يشري قفة أو يعبي قفة يومه كما نقوله نمضي إلى خبر إيجابي به نختم صورة تأتينا من معرض تونس الدولي للكتاب طوابير صفوف طويلة في الحقيقة لزوار المعرض صورة تتكرر أكثر من سنة في الحقيقة بدأنا نتابع هذه الصور صف طويل نازج المعرض تونس الدولي للكتاب الصورة جميلة وجيدة وتحمل برشة رسائل إيجابية رغم صعوبة الوضع الاقتصادي ورغم الارتفاع حتى في أسعار الكتب في الحقيقة لأنه التونسي يبقي على إقبال على الكتب لكن السؤال الأبرز هنا التونسي يشتري الكتب لكن هل يقرأها؟ لأنه قد يشتري الإنسان من باب التباهي أحيان أو من باب تأثيث مكتبة لكنه لا يكاد يفتح منها ولو كتابا واحدا هو ما يساعدش كتابا وواقع الحال يأكد أنه ربما نشتريه برشة أما ما نقرأه برشة صحيح صحيح هو نسبة القراءة بالنسبة للعرب يبدو لي لا تتجاوز دقيقة نعم في العام معدل القراءة معدل المرش مقارنة بساعات عند الدول المتقدمة العنوان هو نقرأ لنعيش مرتين نعم شعار المارد لكن هذا الطابور جاء نهار عطلة وهيكا علش نتوجهه بسؤال حقيقي معناها للمشرفين على معرض الكتاب ووزارة الثقافة بالأساس علش المعرض ما يكونش فيه عطلة علش ما يكونش في العطلة باش يتمكن كل في العطلة باش يتمكنوا تلام ذا والطلبة والساد ذا والمواطنين أنهم يجيوا هم اليوم استغلوا معناها الفرصة متاع 9 أبريل لأنه تم عطلة باش يجيوا للمعرض ثم اكره آخر حبيب بمتاع العروض أو المعارض الدولية الأخرى باش تلقى جدول زمن يسمع عنك معرض القاهرة معرض أبوظبي فالعارضين أو الناشرين الدوليين لازم تلقى لهم فترة تراعي أن الفترة ذيك ما فيهاش معارض آخر إذا تقرح حساب العطلة في تونس ربما يتضارب هذا مع معارض أخرى وقد يؤثر هذا على حضور الناشرين هذا ما يقال في تحديد الجدول الزمني موجود لكن نرضع للكتاب مرة أخرى مهم يا سيدي حتى ما نخرج نشري والكتب لأنه موضوعيا ثمة أسباب تخلي تونسي مع قراش منها المصدر اللي كنا ناخده منه أخبار منصات التواصل الاجتماعي ضرب الكتاب في الصميم صحيح معنى الإلكتروني ربما والساندويتش معنى أنه فيسا فيسا يحب حاجة خفافة يحب تدوينها خفيفة معاشي أن نستقرأ بشكل كافي وضعيت أيضا حتى نظام التعليم نفسه ليرهق اليوم التلميذ إحنا قبل تتذكر مكي كنا نلقاوا الفرصة وكنا مضطرين يلزمك تقرأ لكتوب بش نجم تناقش في حصة الفلسفة حصة العربية حتى في نقاش طلبة سياسي لابد أن تتسلح يلزمك تقرأ في الجامعة في الاشتماعات العام يعطينا عنوين لكتوب وانتي واحدك تمشي تبني الكور متاعك تبني الدرس متاعك واحدك بريسك شي نجم يعطيك الأستاذ في اللنفية يعطيك الملامح العامة ولكن الأساسي هو أنك أنت تبني درسك صحيح الكتاب تراجع بشكل كبير وكبير جدا نقوله هي ظاهرة عالمية ولكن مع ذلك نحن كما يقال أمة اقرأ علينا أن نبقى دائما معنا في علاقة ودية مع الكتاب نعم نختم بهذا جولتنا في منصات التواصل الاجتماعية نبدأ موضوعنا الأول عن الانتخابات وما أعلنت عنه من إجراءات اليوم تنطلق عملية التسجيل التي أعلنتها الهيئة العلية للانتخابات تسجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة عندنا 3 ملايين و 200 ألف تونسي مازالوا غير مسجلين ثم ضغط الوقت ثم أيضا تحديات أخرى أمام الهيئة العلية المستقلة للانتخابات آخر استعدادات هذه الهيئة وأكثر تفاصيل في تقريب زهر فضلي ونعود لمناقشة هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر